رسالة بين يدي من أستاذة فاضلة من مصر تشتمل الرسالة على سؤالين سأجيب عليهم بحسب ما يسنح به المقام كاتبة الرسالة أعرف اسمها لأنني قد أجبت على بعض أسئلتها عبر التلفون إلا أنها ذيلت رسالتها بحروف مرموزة بدلا عن اسمها ومن هذا أفهم أنها لا تريد أن أذكر اسمها عبر هذه الشاشة السؤالان مهمان السؤال الأول عن موقع مصر في برنامج ظهور إمام زماننا بالنسبة لموقع مصر في برنامج الظهور المهدوي عندنا منطقة الظهور منطقة الظهور وهي المنطقة التي ستجري فيها الإرهاصات وهي الوقائع والأحداث ما قبل فترة العلامات المحتومة العلامات المحتومة تبدأ في شهر رجب أئمتنا يسمونه برجب العلامات في سنة زوجية بحسب التقويم الهجري في سنة زوجية بحسب التقويم الهجري وفي رجب الذي هو رجب العلامات تبدأ العلامات المحتومة وأولها السفياني في الشام الناعق الذي ينعق في سوريا ونحن ننتظره أجيالنا التي مرت انتظرته ولا زلنا بانتظاره بانتظاره لا شوخا إليه إنما بانتظار رجب العلامات وبانتظار العلامة الأولى إنه السفياني السفياني هناك إرهاصات قبل السفياني الإرهاصات هذه تتحقق في منطقة الظهور ثم العلامات العلامات الحتمية وبعد ذلك وقائع الظهور ثم الحروب الأولى التي وفقا لنتائجها تتأسس نواة الدولة المهدوية المهدوية كل هذه العناوين ستقع في منطقة الظهور والتي هي إيران العراق تركيا السعودية السعودية اليمن دول الخليج العربي الشام الكبير سوريا لبنان فلسطين والأردن وبعد ذلك تأتي مصر تأتي أم الدنيا كما يسميها المصريون هذه هي منطقة الظهور في هذه المنطقة تجري الإرهاصات تتحقق العلامات الحتمية تتشكل النواة الأولى للدولة المهدوية العالمية أهم وقائع عصر الظهور تقع في هذه المنطقة فمصر جزء أساسي من أجزاء منطقة الظهور على مستوى أرضها وعلى مستوى شعبها فأرض مصر جزء مهم من النواة الأولى للدولة المهدوية ومن شعب مصر تخرج جموع كثيرة لنصرة إمام زماننا هناك أرضية موجودة في أجواء مصر برغم كل ما جرى من الإضطرابات عبر التاريخ إلى الأحداث المشؤومة أحداث جماعة الإخوان المسلمين برغم كل ذلك فإن أرضية واضحة عند الشعب المصري توجههم إلى العترة الطاهرة بمستوى بمستوى من المستويات هذه الأرضية وما سيبذر فيها من بذور ثقافة العترة الطاهرة التي بدأت شيئا فشيئا راقبوا راقبوا القنوات المصرية راقبوا الفضائيات المصرية راقبوا المتحدثين المصريين هناك نزوع واضح باتجاه العترة الطاهرة نزوع واضح جدا وهذا ما نتوقعه من المصريين فمصر كما قلت أرضا هي جزء من النواة الأولى للدولة المهدوية وشعبها تخرج منه جموع ناصرة لابن محمد صلى الله عليه وآله لمهديه المنتظر ما هو بغريب أن نجد الحديث واضحا وواضحا جدا في أجواء المصريين عن إمام زماننا صلى الله وسلامه عليه لابد أن تعرفوا من أن عاصمتين لإمام زماننا هناك العاصمة الدينية والسياسية العراق وهذه العاصمة على أرض الواقع الجغرافي تمتد متصلة متواصلة في هذا المثلث الكوفة الكوفة وما حولها النجف وما حولها كربلاء وما حولها هذه أركان المثلث الكوفة كوفة علي والنجف نجفه وكربلاء كربلاء حسين ما بين هذه الأركان هنا هنا العاصمة المهدوية الدينية والسياسية وهناك في أم الدنيا على شواطئ نيلها في القاهرة هناك في مصر وها هي القاهرة اليوم تحاول أن تلبس ثوبا جديدا هناك في مصر هناك العاصمة المهدوية الإعلامية منبر إمام زماننا ينصب هناك في القاهرة في مصر ولذا إذا درسنا تأريخ هذين البلدين العراق ومصر في منطقة الظهور إذا أردنا أن ندرس هذين البلدين في منطقة الظهور إنهما إنهما أكثر بلدان منطقة الظهور قد مرت عليهما من الحضارات والأمم المختلفة وجلت وجلت على أرضهما الديانات بأنواعها والفلسفات بأشكالها والآداب والفنون والاحتلالات المختلفة منذ عصر تدوين التأريخ منذ فجر التأريخ منذ بدأ المؤرخون يدونون وهناك شبه تأريخي ما بين البلدين احتلالات مختلفة حكومات متنوعة حضارات متباينة ينهت ديانات فلسفات فتن وأحداث صحيح أن الويلات في العراق أكثر من مصر لأن الشيعة تتركز في العراق ولأن من شأ التشيع في العراق إنها الكوفة الحمراء هنا نشأ التشيع ومن هنا انتشر كل هذا الذي مر على البلدين يؤهل البلدين لأن يكون عاصمتين للدولة المهدوية العالمية حيث ستأتي الأمم وتأتي الشعوب إلى هذه الأسقاع هذا هو السر التأريخي منذ فجر التأريخ في هذين البلدين أقدم الحضارات أقدم الدول كثرة الاحتلالات تنوع الأمم والشعوب اختلاف الديانات والفلسفات إلى 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 كل هذا يشكل أرضية حتى لو أن أفراد الشعوب لا إلم لها بهذه التفاصيل لكن الذي يجري على الأمم إذا ما تكرر وتكرر وتكرر سيتحول إلى جزء من مورثاتها وهذا قد ثبت علميا الوقائع التي تجري في حياة الشعوب والتي تترك آثارا نفسية على أبناء تلك الشعوب إذا ما تكرر الأمر في عدة أجيال ستتحول تلك التأثيرات النفسية وتلك المؤثرات النفسية إلى جزء من المادة الموروثة إلى شيء ينتقل من جيل إلى جيل حتى يصبح جزءا من تكوين تلك الشعوب وحينما حدثتكم عن زيارة الأربعين وقلت من أن غاية من غاياتها أنها نحو تدريب لشيعة العراق لأن البلد هذا ستأتيه الأمم والشعوب من كل مكان هنا هنا الكوفة هنا عاصمة المهدي هذه هي الحقيقة التي حدثنا عنها محمد وآل محمد صلوات الله الله وسلامه عليهم أجمعين من هنا يتبين لنا أهمية موقع مصر في المشروع المهدوي قطعاً هناك الكثير من التفاصيل إذا أردت أن أدخل فيها فإن الحلقة ستنتهي وَمَا تَمَّ الْكَلَامُ فِي الْمَوْضُوحِ إِلَّا أَنَّنِي أَكْتَفِي بِهَذِهِ الْعُجَالَةِ وَقُلُوبُنَا إِلَى نُجَبَاءِ مِصْرَ مُشْتَاقَ هكذا وأعدونا أتحدث عن محمد وآل محمد وأعدونا من أنهم سيقبلون حتماً سيقبلون سيقبل النجباء من مصر والأبدال من الشام كي يجتمعوا في بلاد الرافدين مع أخيار العراق فهناك أخيار العراق وهناك أبدال الشام وهناك نُجَبَاءُ مِصْر وَهُنَاكَ الْيَمَانِيُّ الَّذِي سَيُقْبِلُ مِنَ الْيَمَنِ حيث يلتقي الجميع على أرض علي على أرض دجلة والفرات نذهب إلى أفاصل أيضاً